قال مدير العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان لقضاء إن الوزارة تتابع موضوع الطفل الأردني المفقود منذ عشر سنوات ورد عبد المجيد الربابعة وأوضح لقضاء أن الوزارة بدأت بالتعامل مع معلومات وتفاصيل تلقتها من والد الطفل تفيد باحتمالية وجوده في مصر بناء على صورة حصل عليها ذوه عبر الفيسبوك لطفل شبيه به حيث سيتم التحقق من هذه المعلومات بالتنسيق مع السلطات المصرية ورد اليوم أصبح عمره ستة عشر سنة وشهره يوم ومنذ انفقدنا ورد تاريخ ستة عشرين أربعة عام الالفين وتسعة يعني صار له دعاشر سنة ما فيش يعني ما قطعتش الرجاء ولا شيء من رب العالمين بنبحث بجميع الوسائل عبر الصحف عبر المواقع الإلكترونية عبر صفحات الأطفال المفقودين حول العالم يعني أنا الصورة الأخيرة اللي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة عن صفحة الأطفال المفقودين في مصر أنا أعرض فيها ببحث يعني باستمرار عن قضية ورد وقضية حتى أطفال من جنسيات عربية فللصدفة وأنا ببحث عن قضية الطفل ورد الربابعة اللي صار بالزبط يا سيد العزيز أنا باستمرار طبعا متابع قضية ورد يعني حتى لو أني بعمليه بطلع بتابع عبر وسائل الإعلام عبر المحطات الفضائية عبر يعني النت الفيسبوك والميسنجر يعني منتابع جميع القضايا اللي بتصير داخل الوطن العربي فأنا أعرض فيها صفحة الأطفال المفقودين وسلمت معلومة من سنة 18 لجهات المعنية هي جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 27 رمضان عام 2018 ببحث طبعا شاهدت صورة ابني وطلعت من الساعة 9 المساء ليلة 27 رمضان على مديرية الأمن الوقائي في مركز دواي الكورة سلمت من المعلومات كلها ثانيا طبعا طلعت على عمان على الدائر الرئيسي حشمعاي قاله برد إذا تتفضل عندنا بده إياك مدير الأمن وقائي باختصار سلمت المعلومات لإدارة الأمن وقائي وقالوا إحنا بدورنا رحين نسلم الإجراءات تاي لعطوف التلباشة مدير الأمن العام والأمن العام رح يخاطب الداخلية الداخلية رح يتخاطب الخارجية لأول مبارح يعني تقدرت أحكي عن طريق الشخص اللي كان مستلم ملف برد بدأت الأمن وقائي بقول لي أنا والله انتقلت وما بعرش إيش صار طب بالخارجية ما فيش يعني فمباشرة عملت بث مباشر يعني حداقل الملك حسين ونزلت مباشرة يعني أنه فيه تقصير أمني والمباشرة تدخل الناطق الإعلامي باسم الخارجية الأردنية ويعني بذلك ما تقول جبر خاطرنا أنه إحنا ما في عندنا أي معلومة ولا وصلتنا أي كتب رسمية موجهة من جهة معينة من العجزة الأمنية الأردنية الحمد لله رب العالمين اليوم تواصلنا طبعا مع الخارجية الأردنية وكان الأستاذ صفيان لقضاء باستضافتنا أنا وأحد الأخوات الناشطات الأردنيات وأنطناهم كل المعلومات كاملة ومباشرة يعني أخذ المعلومات كلها عن تليفوني وعن أكثر حتى عن الصفحة اللي نشرت صورة ابني أنه أطفال يبحثون عن ذويهم وتواصل طبعا بدورهم هم تواصل الآن مع السفارة الأردنية في مصر مع الأنتربول الدولي وإن شاء الله يعني قال لي خلال 48 ساعة يعني حتى قال لي حتى لو ما كان إحنا بدنا نجيب الولد نفحصه على الديان إيه يعني حتى لو شو ما كان يعني إحنا بدنا نخلي شي بدهم ريحوا باري بأي طريقة هم بشوفوها صحيح يعني قلت له حتى لو بد ننزل على مصر قال لي يا أبو ورد إحنا الآن بدنا نعرف الولد الآن هاي المعلومات كلها عندنا أسام الأشخاص العيلة اللي بقولوا أنه هذا الولد ابنهم كمان موجودين في مصر الآن بدهم يجوا عن طريق الأنتربول الدولي عن طريق السفارة عن طريق الغنصلية يعني الآن الأمور بيشتغلوا عليها من الساعة يدعش اليوم يعني من تاريخ 14 عشر ل2019 في السياق ذاته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفضي خلال اجتماعا للجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان النيابية قال إن الوزارة وضعت آلية تطوير مؤسسية لمتابعة قضايا الأردنيين في الخارج عملية التطوير مستمرة عملية تحديث آليات العمل مستمرة في الوزارة مركز العمليات الآن دوام 24 ساعة أعلننا عن خطوط ساخنة في جميع سفارات المملكة الأردنية الهاشمية في الخارج هناك تقارير أسبوعية تأتي من كل سفارة سواء ما يتعلق بالخدمات القنصلية أو معالجة القضايا الأخرى المواطنية من اعتقال أو ظروف صحية أو غير ذلك تمت نظام مؤسسي في الوزارة الآن يستطيع أي زميل من الزملاء أن يتصل بأي لحظة وخلال دقائق سيجد أن هناك معلومات كاملة أو متابعة يوميا وهذا جزء من التطوير المؤسسي الذي انتهجنا اشتركوا في القناة